تنضم إلينا من لندن وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني مرحبا بك معنا سيد وجدان عبر شاشة الغد إذن حزمة رابعة من العقوبات مرتبطة فقط بقم الاحتجاجات في إيران أبرز ما شملته هذه الحزمة ولماذا حتى الآن يعول الغرب على العقوبات إذا كانت في الملف النووي لا تحرك أي شيء وفي مسألة قام الاحتياجات لا تثني إيران حتى عن تغيير نهجها أو التعاون مع الغرب طحية لك ولمتابعي قناة القدر دون أن نشك أن العقوبات لها تأثير على النظام الإيراني لأن شاهدنا حتى في الاتفاقية التي أبرمت عام 2015 هي أتت بسبب فرض العقوبات الدولية على النظام الإيراني وهذه الضغوط جعلت إيران أن تدعن وتقوم بالتوغي على الاتفاقية النووية العقوبات لها تأثير على الاقتصاد الإيراني وعلى النظام برمته ولهذا نشهتنا عليك ردة فعل قاضبة من قبل النظام الإيراني لكن نعرف تماما بأن دائما العقوبات لا تثني الدول الديكتاتورية يعني أن تعدل من مواقفها ولكنها تضر بشكل كبير باقتصاد تلك الدول حتى الآن أن الحزم الرابعة التي اتخذتها أوروبا تجاه النظام الإيراني بدأنا نشهد هنا لك الكثير من التداهور للإقتصاد وأيضا ما نشهده أخيرا وأيضا حتى بعد التصريحات بإدراج الحرس الثوري على العقوبات أو على قائمة المنظمات الإرهابية رغم أن هذا القرار هو غير قابل للتنفيذ لكن شهدنا هناك هبوط كبير للعملة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي لذلك هذه العقوبات لها تأثيرها على الاقتصاد الإيراني دون هذا الشكل طيب سيد وجدان إذا كانت العقوبات تؤكد بأن الغرب لن يصمت أو يبقى صامت تجاه نهج إيران وممارستها مع الاحتجاجات المستمرة في البلاد طهران تقول أنها سترد بالمثل هل بإمكان إيران فعلا الرد على هذه العقوبات؟ إيران لا تمتلك أي أوراغ للرد على الدول الأوروبية أو الدول القربية لنشاهدنا يوم أمس كانت هناك عقوبات قربية من قبل الاتحاد بريطانيا وأيضاً ولايات المتحدة الأمريكية كل ما كانت تمتلكه إيران من أوراق بعض على الدول الغربية هو موضوع القاز وأيضاً موضوع النفط وشاهدنا بأن أوروبا تخطط هذه الأزمة وأيضاً حتى شاهدنا هناك انخفاض في أسعار الطاقة بشكل كبير في الوقت نفسه نشاهد بأن إيران هي من كانت تعاني من موضوع الطاقة وأيضاً التدفئة في المناطق المختلفة من الجغرافية الإيرانية إذن إيران لا تمتلك أوراق ضغط يعني ماذا تمتلك إيران أن تفرض؟ يعني تقوم بفرض مثلاً عقوبات على الدول الأوروبية ما هي هذه تأثير هذه العقوبات على الدول الأوروبية لا أعتقد أن النظام يمثلك أي أوراق لأفغط إلا من خلال ممكن اعتقال مواطنين غربيين وزجهم في السجون ليستخدمهم أوراق ضغط للدول الغربية شكرك جزيلة شكراً سيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني كنت معنا من لندن شكراً للمشاهدة